ضروري ما تجربيها بالماندارين او البرتقال والفينو كدشي رائع جدا شيشة اسفنجية منعيشة متشبعوش منها غتنفعكم بزاف بزاف في الفطور او في القوتة فبسم الله وعلى بركة الله فإناء كان وضعو ثلاثة دي الحبات ديال البيض كان وضعو على البيض نصف كأس من السكر حلوة جهية هديك تقدرو بغيتو تزيدو شوية او تنقصو شوية كيس واحد من الفانيليا من فئات سبعة ونصف صغراء رشيشة ديال الملحة وغادي نخلط جيدا اخوات اللي كيتوفرو على الخلط الكهربائي هذا يعني الباتور يخلطو به اللي مكيتوفروش عندهم الكأس ديال المولينيكس تقدرو حتى وتخلطو به ولي مكيتوفروش على الخلط الكهربائي تخلطو بالخلط اليدوي فقط البيض يكون بدرجة الحرارة ديال المطبخ وتخلطو بشكل جيد حتى يتكشكش ليكم ويتبدل لون ديالو فوضعت قشور الماندارين اللي حكيتهم في الحكاكة الرقيقة وغادي نوضعو كأس الا ربع من الزيت بالتدريج وحنا كنخلطو فالقشور ديال الماندارين تقدرو تديرو الماندارين وتقدرو تديرو البرتوقال اللي متوفر عندكم ضيفت الكأس ديال الزيت تدريجيا وانا كنخلط بعد ذلك نضيفو علبة واحدة من الياغورت من وزن 110 غرام اخبتلي عندهم الخارج المغرب وعندهم العلب الكبار وضعو ثلاثة ديال المعالك الكبار مملوئة ونستمرو ايضا بالخلط اللي ما كتوفرش على الياغورت قدرو تستغنو عليه تعاوضوه بالحليب نصف كس ديال الحليب حتى هو كي يجي مزيون غير طعم ديال الياغورت والقوام اللي كي يكون احسن فهد الأثناء بعد ما دخلنا الياغورت غادي نحيدو الخلط الكهربائين كمال بالخلط اليداوي غادي ناخدو كس ديال الفينو اي الساميد الناعم جدا غادي نتساؤل واش نقدرون نديرو السميدة على الغليدة او المتوسطة ناعم ممكن غير السميدة على الغليدة يجي القوام شوية واقف يعني كيمشي غادل بسبوسة جنواز الكيك بعد ما دخلنا كاس ديال الفينو غادي ندخلو كاس ديال الدقيق اللي مملو بشكل جيد كيف مامو الضحف الصورة يعني كاس مملوه الكاس فاش كنملقوه حتى الفم كي يساوي لنا او لكي عدل لنا مية وعشرين غرام اذا بقى ناقص واحد شوية كي يكون مئة غرام غادي نخلط ملتحت الفق وغير بشوية وضيفنا الدقيق مغربل ضروري يكون مغربل انا بعض المرات كي نجيبو لكم مغربل او لكي نضيفو بالمصفات غادي ناخدو نصف كاس ديال المندارين وغادي ندخلو ايحتى كنديرو الفينو وكنديرو ضقيق عاد كندخلو هاد نصف كاس ديال المندارين مع السن جوج ماندارينات كبير برن شوية اعطوني نصف كاس ديال عصر المندارين مهم نصف كاس اما المندارين او البرتوقال غادي نخلط ملتحت الفق غادي نخلط ملتحت الفق حتى ندخلو داك النصف كاس غادي نخلي الخالط على جنب باقي غادي نرجعو نديرو الخاميره وغادي نجيب المول هاد المول اللي متوسط قطر ديالو ستو عشرين سنتيم كان عندكم صغر بشوية او كبر بشوية ماشي مشكلة غادي ناخدو على جنب قشور المندارين اللي غادي نوضع عليهم نصف ملعقة من السكر غادي نوضع عليهم ملقة ديال الفينو وغادي نخلط جيدا بل يناقش شوية الفينو غادي نزيد واحد شوية الفينو حيث القشور ديال المندارين فاش تنحكوهم كيتلقو لنا واحد شوية ديال ملع لا العكس ديال القشور مثلا ديال الحامض او ديال البرتوقال المول عندي مدهون بالزبدة بشكل جيد وغادي نوضع فيه هاد الخالط ديال السكر مع قشور المندارين مع الفينو ما شاء الله كتجي واحد تخليطة اللي زوينة وكتعطي واحد البننة اللي واعرة غادي نخلي هاد المول على الجانب ونكملو ان شاء الله هاد شوية اللي كيبقالي را كنحتفظ به اه في الموجمد كنبقا عوثاني ندخلوها كفش تكون عندي شي كيكا وليش حجر كنعملوهم فيه غادي نخلط الخالط ديالي راه ناخدو جوش خمارات وغادي نضيفوهم على الخالط جوش خمارات لمجموعة 16 غرام في كل كيس اه 8 غرام اذا عندكم بالعبار غادي نضيفوهم بالمصفات وغادي نخلط ملتحت الفوق ملتحت الفوق باش دائما نبقا محافظا على ذاك القاوم ديال البيض ما نخلطوش بالزرفة دائما ملتحت الفوق ملتحت الفوق بشوية من بعد ما غادي نخلط حتى الدخلية الخاميرة مباشرة غادي ندوز ان شاء الله باش نوضعوها في المول وغادي نصبو الخالط فكتشوفو القاوم ديالورا وخاكي بللي كم شوية هكا يهبط لكم بحل كريمي وهذا راها داك وصير راها داك البيض فاشتان طلعوه في الاول ولي كيخلينا داك القاوم بدك الشكل كتجينا الكيكا او اللابس بوسا او اللي كان كتجيزوينا دابا غادي نضربها شوية مع سطح العمل او غادي نحطها في الفران اللي سخنتوا واحد شوية قبل غير كان سخنوها كيدفا واحد شوية او من بعد اذا كان فران غازي كتديرو النار مهيلة من الاسفل اذا كان فران كهربائي ديرو درجة الحرارة مية وستين حتى مية وسبعين درجة الفران مشعل غير من الاسفل حتى كالتنفاخ وكالطيب من الجوانب وتطير ريحة ديالها في الدار هاد تشوفوها من الوجه اذا شتوها هي هاديك تحمرات وهذا كانت نقصة على الحمرية تزيدوا تحمروها بالنسبة للفران انا اخذت ليها تقريبا 30 دقيقة في الفرن ما شاء الله كالطيب انا ما كتاخدش وقت وانا فش فتحت عليها لقيتها بهذا الشكل هادا حيث عندي الفران ميكي تشعل من الاسفل كتخدم معه المرواحة ما زدتش شعلت لام على الوجه بطبيعة الحل انتم امي غادي يعني اطفوا الفران اطفلكم عفوا من الاسفل اذا شتوها بقى نقصها الحمرية اطفلكم على الوجه شعلو عليها وخليوها تتحمر من الوجه انا صفيت فتح ليها الفران وفتحتها كشققت شوية الباب وخليتها باش تفقد ذكل الحرارة في الفران ومن بعد ما فقدت الحرارة كنقلبوها بهذا الشكل ضروري دوزولة واحد ستاتيولة من الجوانب وعد قلبوها باش تقلبلكم بسهولة فكتجي معلكة كيف كتشوفو فيها واحد البريول اللي مزيون يعني بحل واحد شكيل ديال الكاراميل واحد الحمرية اللي زوينا كيجي واحد العلول اللي طلعها باحد ربعا ديال السنتيم زوينا بزف لها الشاشة بلما نقول لكم كتجي ولا ارواح في الهشاشة غدي نخليها الى جانب تقدروا تزينوها باش ما بغيتو انا نقترح عليكم واحد زين اللي بسهط وكيجي بنين بزف اختيت الكاس ديال الماندارين معصور غدي نوضع عليه جل معالاق ديال ديال السكر غدي نوضع نصف ملعقة من الكريم باتيسير تقدروا نصف ملعقة من ناشا اللي متوفر عندكم غدي نخلط جيدا باش نديروه ان شاء الله فوق النار اذا كان متوفر عندكم لوغو ديال الخوخ او ديال البرتقال تقدروا تزيدوه انا عندي هذا ديال الخوخ فقدرت واحد شوية كيعطي واحد طعم زوين اذا كان متوفر اذا ما كان شي مشي مشكل هذا راكي يبقى اضافة كنخلطوه جيدا او غدي نديروهم فوق النار مع تحريك 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 المستمر حتى كيع قدلية كتجي هادي بحرش كريمة كتجي يعني هكا نستبدلوا مثلا ما بغناش نزينو بالمربة كنعملو بحال هاد بحال كريمة كتجي زوينة وبنينا من بعد اما كتعقد كتغلي كتعقد غدي نزينو بها الكيك كنشوك جيدا البسبوسة ديالنا او الكيك ونسقيوه مزيان بذك الصلصة الكريمية اللي حضرنا وكنزين بهذا الحبيبات الشوكولة ونخليها حتى كتبرد مزيان ذك الصلصة وتشرب عاد كنقدموها بالصحة والراحة بالنسبة لذك الكريمة راه كتشربها وفي نفس الوقت كتبقى مهكك باينة على الوجه ومن فوقت زينو باللوز افليب كوكو كون كصي باش مبغيتو انا كنم توفرين عندي هاد الحبيبات الشوكولة زينت بهم من الداخل كتجي بها تشك كتجي اسفنجية بحشي جينواز وهشيشة بزف والمادق بلا ما نقول لكم كتجي فيها واحد المادق كي يحمق مع ذاك الصلصة اللي حضرنا وزيننا بها كتجيزوينا بزف ومنعيشة وان شاء الله تجربوها متأكدة ان شاء الله غتعجبكم وما غديش تشبعوا منها وغتولي وتعتمدوها الاخوات اللي كي خدموا لي كوموند فهادي غير جربوها الكليين ديلكم ولا اللي كتدفعل شي مقهى ولا شي مخبازة ولا شي ملحانت فهادي النوع هادا كيعجب الجامع لانا كي كن فيه واحد طعم لديد ومنعيش وخفافين وحتفت كلوفة ديانهم كي تقامونا اقتصاديا بالخصوص فاش كي كل موسم ديال البرتوقال او للموسم ديال الماندارين فيعني كتقامت كلوفة ناقصة واقتصادية كان عندكم اي سؤال او استفسار تركوه لي في التعاليق وانا نقول لكم تهله فراسكم وانطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله مع وصفة او اقتراح جديد دمتم في امان الله مع السلامة